بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا وإياكم أيها الأخوة الكرام مع برنامجكم الرمضاني خذ الكتابة بقوة حلقتنا اليوم بعنوان القرآن يحرر من الظلم نستضيف لهذه الحلقة الدكتور عودي عبدالله رئيس قسم أصول الدين في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس أهلا وسهلا دكتورنا الفاضل حياكم الله وأهلا وسهلا بكم حياكم الله وأهلا وسهلا بالمشاهدين والمسلمين بارك الله فيك دكتورنا الفاضل ببساطة في البداية ماذا يفعل القرآن حتى يحارب الظلم ويقتلعه من جذوره في بداية الأمر إذا أردنا أن نتكلم عن الظلم الظلم موجود في البشرية منذ بداياتها الأولى حتى إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق آدم لما أراد أن يخلق الإنسان وأخبر الملائكة بذلك وأخبرهم بصفات هذا الإنسان ماذا قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لأنهم طبعا الملائكة لم تقل ذلك اعتراضا على خلق الله حاشاهم ما اعترضوا على خلق الله وإنما تخوفا من هذا السلوك الذي يمكن أن يرتكبه هذا الإنسان الذي يتصف بهذه المواصفات ولذلك وجدنا أن البشرية في أول امتحان لها ابني آدم ما الذي حصل؟ أحدهم قتل أخاه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تقبل قربان أخيه ولم يتقبل قربانه هو فاعتدى عليه فقتله ظلما وحسدا فإذن الظلم ليس جديدا في البشرية هو موجود فيها من بداياتها الأولى واستمر مع البشرية واستمر مع هذه الحياة حتى يومنا هذا وكان له صور وأشكال متعددة ومختلفة فتارة قد يظلم الإنسان نفسه بأن ينحرف عن الطريق الصحيح أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى أن يحيد عن الحق يظلم نفسه وقد يظلم الإنسان الآخرين يعتدي عليهم يأخذ حقوقهم يقتلهم يزجنهم يعذبهم بأي مظهر من مظاهر العدوان هذا أيضا ظلم الأمر لم يقف عند هذا الحد بل وصل عدوان الإنسان وظلم الإنسان إلى حتى باقي المخلوقات ظلم النبات ظلم الحيوان ظلم البيئة فالذي نريد أن نقول في هذه المقدمة أن الظلم بقي واستمر موجودا في البشرية الآن إذا ذهبنا إلى القرآن الكريم وأنا دائما يعجبني عندما ننظر في القرآن الكريم في مثل هذه القضايا أن نسلك منهجية التفسير الموضوعي عندما نقف عند لفظة أو مفردة معينة وننظر فيها في آيات القرآن الكريم جميعها نظر منهجي في كيف تعامل القرآن مع الظلم هذا جميل أفضل من أن نأخذ الأمور من خلال انتقائيات معينة لا منهجية القرآن بالتأكيد لأن التفسير الموضوعي يعطينا منهجية متكاملة يعني بحيث أنه إذا نظرنا في القرآن الكريم مثلا حول مفردة الظلم نجد في القرآن الكريم أكثر من ثلاثمائة آية تتحدث عن الظلم أو مش تتحدث عن الظلم أكثر من ثلاثمائة آية اللي ورد فيها لفظ الظلم ومشتقاته وهذا عدد كبير إذا أضفنا إلى ذلك أيضا الألفاظ ذات الصلة مثل الطغيان والبغي والعدوان والحيف وغيرها نجد أن القرآن الكريم أعطى الظلم مساحة واسعة وهذا اندل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ على أن القرآن اهتم بهذه القضية اهتماما كبيرا سيما وأنه كل الآيات وكل المواضع اللي كان فيها حديث عن الظلم كان الحديث دائما في سياق التحذير من الظلم وبيان مخاطر الظلم ودعوة المسلمين لأن يبتعدوا عن الظلم وأن لا يركنوا إليه ولذلك وجدنا فعلا أن القرآن تكلم عن الظلم بجوانبه المختلفة الظلم العقدي الظلم الاجتماعي الظلم السياسي وهذا يعني القرآن الكريم في هذا المجال يعني يعد يعني بيئة خصبة يمكن من خلالها أن نفهم تصور القرآن أو توجه القرآن في هذه القضية بشكل واضح طب دكتور يعني احنا على يقين أن القرآن نجح نجاحا عظيما في إقامة مجتمع العدالة المجتمع الذي تحرر من الظلم إلى حد كبير وعاشت الدولة الإسلامية منذ بداياتها مع رسوله وسلم ثم الخلافة الراشدة ثم بعد ذلك عاشت فترات ذهبية في مجتمع متحرر من الظلم ويعيش العدالة بنسبة عالية جدا الآن اليوم نرى العكس نرى أننا نعيش الظلم بنسبة عالية جدا والعدالة تكاد تكون مفقودة والقرآن يتلى ويقرأ في صدور الناس ويقرأ في المساجد ولماذا يعني ضعف دور القرآن في حياة المسلمين هذه الأيام في تحريرهم من الظلم ونشر العدالة كما يريد القرآن لهذه المجتمعات أن تكون هو الذي ضعف ليس القرآن الكريم أو لنقول ليس دور القرآن الكريم في التوجيه وفي البيان وفي التوضيح وإنما للأسف أحيانا إحنا علاقتنا مع القرآن الكريم الضعيفة وتمسكنا يعني غير الجيد بتعاليم القرآن الكريم ربما هو الذي أدى إلى هذه النتيجة يعني ابتداءا القرآن حرم الظلم الإسلام يعني حرم الظلم ورب العالمين يقول كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يعني رب العالمين بداية حرم الظلم على نفسه وما ربك بظلام للعبيد الظلم مرفوض من حيث المبدأ وكثير من المسلمين يدركون هذا الأمر يعلمون بأن الظلم حرام من حيث المبدأ لكن أين الإشكالية؟ الإشكالية تكمن في كثير من الحالات في السلوك بالنسبة للسلوك أنا أجد أن البعض عندهم تصور غير صحيح حول موضوع الظلم والصبر على الظلم يعني يعتبر أنه المسلم بما أنه مسلم لازم يرضى بالظلم لازم يصبر على الظلم وستكون النتيجة أنه رب العالمين يجازيه على هذا الصبر يوم القيام هذا من حيث المبدأ يعني هذا مفهوم خاطئ في التعامل مع القرآن يعني من حيث المبدأ ما في مشكلة أنه الإنسان يصبر على الظلم وينتظر الأجر عند الله سبحانه وتعالى لأنه يعني معروف أنه كما نحن نشاهد في هذه الحياة الدنيا كثير من الناس يعيش حياته ظالما ويموت وهو ظالم وآخر يعيش مظلوما ويموت وهو مظلوم فعدالة رب العالمين تقتضي أنه لا بد أن يكون هناك يوم يحاسى أو يأخذ فيه المظلوم يعني حقه من من؟ من الظالم هذا ما في إشكالية لكن كثقافة عامة لا يجوز أن تكون هي السائدة نعم كثقافة عامة فيها مشكلة في السكوت على الظالمين بهذا الشكل المريع ذكرتني دكتورنا بحديث الله سلم إن الله لا يترحم على أمة لا يأخذ فيها المظلوم حقه دون أن يتعتع أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني المظلوم يسكت على الظلم ولا يأخذ حقه ولا يدافع عن حقوقه هنا مشكلة خاصة في واقع مشتبك مثلا مع احتلال مع استعمار وكيف الناس الأصل أنه يعني يرفضوا هذا الاستعمار ويواجهوه وتصير حالة يعني حالة كفاح حالة لهذا الاستعمار أو هذا الاحتلال لكن نجد في الثقافة السائدة دعوة لي وحتى بعض الأمثال الشعبية نذكر مثلا امشي الحيط الحيط وقول يا رب استيري ميت عين تبكي ولا عين إمك تبكي فيه في الثقافة مشكلة يعني ما بين الثقافة السائدة وما بين التصور القرآني هناك فجوة يعني كيف نجسر هذه الفجوة هو الأصل أن يكون تصورنا متوازن في هذه القضايا ربما يدعم الكلام الذي ذكرته أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تهابو أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها يعني كأن الأمة كلها خلص قد تودع منها أنا أريد أن أضرب مثل من التاريخ كيف أن الدين يمكن أن يسبب مشكلة إذا وقف هذا الموقف نحن نعلم ما الذي حل في أوروبا في العصور الوسطى حينما تآمر رجال الدين مع الإقطاعيين وأصحاب الأملاك ضد من؟ ضد عامة الناس كان هؤلاء الإقطاعيين كانوا هم الذين يملكون الثروات ويملكون الأموال وعامة الناس معظم الناس عبارة عن عمال يعملون بقوتي يومهم طيب ماذا كان موقف رجال الدين؟ ماذا كان موقف الكنيسة في ذلك الوقت؟ كان موقفها أنه دعوة الناس إلى الصبر أنه أصبروا على هذا الواقع أصبروا على الوضع اللي أنتم فيه وربنا يعني بعوضكم متى؟ يوم القيامة لكم الأجر يوم القيامة فما الذي حصل؟ أصبح ردة فعل على الدين بشكل عام ولما قامت الثورة ضد الإقطاعيين وضد رجال الدين يعني خرجوا لنا بشعار أن الدين أفيون الشعوب وطب الدين أفيون الشعوب؟ هل يعقل؟ هل معقول أن الإسلام أفيون الشعوب؟ الإسلام الذي يدعو إلى التحرر والذي يدعو إلى الحرية والثورة على الظلم الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله هل هذا دين يدعو إلى الذل ويدعو إلى الخنوع ويدعو لأن يكون وهل هو مخدر للشعوب بهذا المفهوم؟ طبعا لا وذلك أحيانا في مشكلة في أنه إحنا هذه الثقافات تنسحب على الثقافة الإسلامية يعني دكتورنا يراد للدين أن يكون مخدرا عند بعض القطاعات الظالمة في مجتمعاتنا حتى تسيطر على رقاب الناس وحتى تذلل الناس لسياساتهم وأهدافهم يستخدم الدين يعني يوظف الدين بجانبه التصبيري للناس فيبدو كأنه إذن الدين إما أن يكون فيه ثورة فيه قدرة على التغيير وقدرة على إحقاق الحق وإزهاق الباطل والوقوف في وجه الظالمين أو إذا أخذنا الجانب طبعا هذا أن نأخذ جانب ونترك جانب هذا معروف القرآن رفض ذلك أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض دكتورنا يعني سؤالنا اليوم يعني كيف نقرأ القرآن بحيث يحررنا من هذا الظلم الظلم يعني بلغ درجة كبيرة نريد كراءة يعني حقيقية صادقة للكرآن حتى نتحرر من هذا الظلم أنا أقول في هذا المجال أنه إحنا كمسلمين الآن لا يكفي أن نعلم لا يكفي أن نعرف أن الظلم حرام ولا يكفي فقط لأن هذه قضية إحنا متفقين عليها أن الظلم حرام وأن الإسلام حرم الظلم لكن ينبغي أن ننتقل إلى الخطوة التي بعد ذلك ما هو موقفنا من هذا الظلم علينا أن نسعى جاهدين إلى تغيير هذا الواقع علينا أن يعني انطلاقا من مبدأ الذي أقره الإسلام مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأي منكر أشد من الظلم والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبي فذلك أضعف الإيمان من أشد المنكرات هو ماذا الظلم الظلم بالذات لاحظ لما القرآن الكريم تحدث عن الظلم ماذا قال قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار يعني مجرد إيش مجرد الركون للظالمين أنه أقبل بالواقع اللي في ظلم أنه أنا أعيش تحت ظلال الظالمين وأدار الظالمين وما إلى ذلك هذا كما أخبرنا القرآن الكريم قد يؤدي إلى نتيجة خطيرة جدا فتمسكم النار وما هو يعني أبعد من ذلك ولذلك علينا أن نحذر من قضية الظلم ومن قضية الرضا بالظلم والتالي إحنا كأمي كما قلت يجب أن ننتقل للخطوة التي بعد ذلك فيكون لنا دور في أن نعيش الحرية التي أرادها لنا الإسلام ولا نرضى بالظلم ولا نرضى بحياة الهوان يعني دكتورنا قلت كلمة عظيمة الحرية يعني الكرآن مجموعة قيم لا يجوز أن نأخذ قيمي ونترك قيمي من وقت كل القيم يعني بدأ أضرب مثال واقعي على طريقة التعامل مع الناس تعامل الناس مع قضاياها يعني مثلا بيكون في أسرانة مضربين عن الطعام إضراب مفتوح مطلوب أنه الشارع الفلسطيني يتحرك مع الفلسطيني والعربي ليس فقط الفلسطيني كل إنسان حر ينتمي لفلسطين لأنه فلسطين قضية مركزية للأمة طيب هؤلاء المضربين المضربين عن الطعام بمعركة مفتوحة مع السجان مع هذه دولة الاحتلال وفي حالة كرب شديد ونجد أحيانا نفرق بين واجب وواجب نجد المساجد مليئة لأنه أداء الصلاة في المسجد فريضة أو سنة مؤكدة فيحافظون على هذه الفريضة وعلى هذه السنة المؤكدة عمراء مثلا في منتصف السنة في عطلة منتصف السنة كانت عشرات الألوف توجهوا لأداء مناسك العمرة طيب أسرانا اللي في حالة كرب شديد ويستنجدون بالناس نجد ثلة قليلة تخرج للتضامن مع الأسرة كأنه يعني وقوفنا في وجه الظلم نعتبر نافلي أو نعتبر فيه هامش الدين وليس واجب حقيقي نعم الدين أوجب علينا والقرآن الكريم يعني ضخ كثير من الآيات كما تفضلت في بداية الحلقة لتأكيد وقوف المسلم في وجه الظلم صحيح وللأسف إحنا أحيانا لا نفهم منهج القرآن الكريم بشكل صحيح كما ذكرت في البداية فننظر إلى هذه الأمور اللي هي الأصل أنه هي أمور عامة تتعلق بكل المسلمين لأصل أن نشعر بها جميعا وأن نتعاون فيها جميعا وأن تكون جهودنا فيها متضافرة فربما يتصور البعض أن هذا الموضوع يعني ما علاقة به هذا موضوع خاص بفلان هذا الموضوع خاص بجماعة من الناس وما إلى ذلك هذا حقيقة قصور في فهم هذا الدين اللي هو ربنا نحن كمسلمين على أن نكون دائما متعاونين ومتضافرين يعني فيما بيننا وأن نحقق هذا المبدأ مبدأ الأخوة بحيث يشعر كل مسلم مع أخيه المسلم في السراء والدراء يعني دكتورنا إحنا بحاجة إلى أعتقد كيف يدخل القرآن في ثقافة الناس حول هذه القيم يعني كلما ابتعدنا كثيرا عن قيم القرآن كواقع عملي كلما إحنا إرضينا بالظلم ووقعنا في كثير من المظالم نعم سؤالنا يعني كيف نقرأ القرآن كيف نتعامل مع القرآن كيف يكون القرآن يعني هو المحرك الفاعل في وقوف المسلمين في وجه الظالمين حتى أجيب على هذا السؤال يعني أريد أن أنظر إلى يعني كيف فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن كمنهج وكيف طبقوه في حياتهم يعني رسالة الإسلام في موضوع الدعوة إلى الحرية ومحاربة الظلم أنا أجدها تتلخص في كلمات قليلة يعني قالها الصحابي الجليل ربعي بن عامر حينما واجه قائد الفرس رستم حينما واجهه وحينما سأله رستم ما الذي جاء بكم ماذا قال له ربعي قال له جئنا لنخرج العباد لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ركز على قضية إيش الجور هذا الظلم الذي وقع على الناس وهذا الظلم أحيانا يعني عودة لما ذكرناه قبل قليل قد يقع باسم إيش باسم الدين خاصة إذا هذا الدين تعرض للتحريف أو التبديل أو تعرض لسوء فهم فهذه رسالة الحرية التي جاء بها الإسلام ولذلك إحنا فعلا لما نقرأ في سيرة السلف الصالح نستغرب مثلا كيف أن رجلا من المسلمين يقف في مواجهة الخليفة ومن هو الخليفة الخليفة عمر بن الخطاب الذي رضي الله عنه الذي كان يهابه جميع الناس عمر يقف في المسجد يخطب على المنبر فيقول أيها الناس اسمعوا وأطيعوا فيقف لاحظ كيف تشرب هذا الرجل معاني الحرية وأنه لا ظلم الإسلام ربانا على الحرية فيقف هذا الرجل فيقول لأمير المؤمنين ماذا يقول له يقول له يعني لا سمع ولا طاع يا عمر فعمر تخيل يعني هذا المعنى الجميل الذي حرمنا منه في أيامنا هذه يقول هذا الكلام لرأس الدولة للرجل الأول في الدولة تطاول على مقامات عليا فهل أزعج ذلك عمر لا قال له ولما قال فقال له ثوبك يعني أطول من ثيابنا وكان من العادة أن توزع الأقمش على المسلمين بالتساوي دون فرق بين طويل وقصير فأشار عمر إلى ابنه عبد الله فقال له قم يا عبد الله وأر الناس الأمر يعني بين لهم ما الذي حصل فوقف عبد الله وقال تعلمون أن أبي رجلا طوال مبالغ في في الطول فأعطيته ثوبي فوصل به ثوبه وها أنا أقف أمامكم بمرقعتي يعني ثيابي المرقعة القديمة كدليل على أنه أنا فعلا أعطيت ثوب لمن لعمر لوالده فكان كلامه يعني خير دليل على هذا الحداث الذي حصل فماذا قال الرجل الذي اعترض قبل قليل قال الآن قل نسمع وأمر نطع أنا أريد أن أقف عند معاني الحرية في هذا الموقف وكيف أنه المسلم عندما يدخل في هذا الدين يستشعر العزة ويشعر بأنه من واجبه دائما أنه يسعى إلى التغيير وإلى مواجهة الظلم مش أنه أنا أسكت وأرضى بالظلم وأصبر على الظلم وإن كان هذا مطلوب في جانب معين لكنه ليس المنهج العام الذي علمنا إياه الإسلام لا مطلوب من أن يكون لموقف في تغيير هذا الظلم وفي تغيير هذا المنكر يعني هذه كلمات عابرة للتاريخ لما قال سيدنا أمر متى استعبدتم الناس صحيح وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة من أين جاء سيدنا أمر بهذه العبارة لو لأنها تربى على مائدة القرآن صحيح وتشرب هذه الروح العالية التي فيها ذات السيادة وذات الحرية وذات الرفض الظلم فقال هذه العبارة ذكرتني دكتورنا لما قصة ربعي كيف انتقل من العبادة إلى الوجوه في وجه الظلم لتخرج الناس من عبادة العباد ومن جور الأديان العدل الإسلام يعني العدل مربوط بالعبادة وكأن العبادة سبحان الله وكأن العبادة لن تكون عبادة كاملة متكاملة إذا فيه إيش ظلم وكأن المسلم لا يستطيع أصلا أن يمارس هذه العبادة بطريقتها الصحيحة إذا كان في إيش ظلم وكأن أيضا هذه العبادة يجب عند المسلم أن تكون مقترنة بماذا مقترنة ب دفع هذا الظلم ورد هذا الظلم حتى تكون العبادة كاملة وعبادة صحيحة ليست فقط هذه الشعائر وإنما أيضا مواجهة ماذا مواجهة الظلم هنا ممكن نركز على دور الكرآن في إرساء قواعد هذه القيم يعني هي ليست موعظة أو كلمة عابرة وإنما هي ترسيخ لقيم يعني أذكر دكتورنا كيف المجتمعات الديمقراطية اليوم قيمة الديمقراطية هي يعني يربى عليها الطفل ويكبر وينشع على ممارسة هذه القيمة كقيمة مجتمعية الكل تعاهد عليها كيف اليوم نمارس قيمة العدل ورفض الظلم ونأخذ من القرآن هذه القيم ونمشي بها في الناس هذا سؤال مهم يعني كيف نستعين بالقرآن لتعميم هذه القيم لتصبح ثقافة في مجتمعنا يعني ثقافة مجتمع الله يعني سبحان الله المسلم اللي بيكون قريب من القرآن ويقرأ القرآن ويفهم القرآن لا بد أن يكون إنسانا حرا يعني لا يمكن أن يقبل بالظلم ولا يمكن أن يرضى بالظلم لأنه يستشعر في كل آية قرأها وفي كل موقف يحدثنا عنه القرآن الكريم يعني حتى في قصص السابقين أنه جاء القرآن ليربينا على مبدأ الحرية ومبدأ رفض بدأ دخل شغلي هذا ما ينبغي يا دكتور يعني تريد أن تعطينا صفحة مشرقة فيما ينبغي لكن نرى في الواقع مثلا من يأتي لقسمة الميراث فيظلم الإناث ويعطي الذكور وهو طول عمر يقرأ القرآن يعني فيه عندنا تناقض في السلوك عجيب أود أن أؤكد على ما ذكرت هنا في البداية أننا علينا أن نعيش مع القرآن الكريم كمنهج حياة أن نستلهم من القرآن وأن نستنبط من القرآن هذه المعاني في حياتنا وفي سلوكنا ليس فقط في الشعائر وفي المظاهر يجب أن نعيش مع القرآن أن نحيا بالقرآن وأن نطبق هذه المعاني التي جاء بها القرآن الكريم وأن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصلف الصالح وسيرة المجاهدين وفي سيرة العلماء كيف أنهم فهموا القرآن الكريم وكيف أنهم طبقوه في حياتنا حتى لا تبقى هذه الأمور مجرد مظاهر ونحن نقتدي فعلا بالقرآن الكريم في كل هذه القضايا دكتورنا أنت أعطيتنا معادلات عملية في واقع حياتنا حتى نعيش قيم القرآن كواقع تطبيقي وهذا يعني عظيم جدا بدي أشكرك من أعماقي على ما قدمت وعلى هذه الإنارات الرائعة في فضاء القرآن العظيم شكرا جزيلا لك على هذه الضيافة الكريمة كما وأشكر لكم أيها الإخوة الكرام على متابعتنا في هذا البرنامج الرمضاني خذ الكتابة بكل ترجمة نانسي قنقر